الصالة اهو كده اهو ادي الثلاث قوض وادي الحمام. احنا احنا فيه. انت عايز تشوف نفسك هنا عند خريطة? ايه. يالا انا بشرح لك الخريطة وركز معي عشان الفار يالا ركز معي. طب البزار فين? البزار مش موجود هنا. الشقة فيها بزار? لا. يبقى خلاص ما تسألش. تسمع بس. دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج وما داخل الشقة كويس قوي يا معلم. وبعدين دخل على الشقة واختار قوضة وكن فيها. يا دول انت من الصبح عم على عمال تتكلمني على فار وانت اصلا رسم ارنب. الارنب ينلنت وفالكو انت بتاكنوها بتبقى شبه ده? ايوة دول انا امي دايما كانت تقول انزل مخزن يا لها رمزي هتلنها ارنبين علشان نعمل ملوخية بالانارب. بالانارب ممكن تبقى انارب غير الارانب يا غبي يا غبي اكيد طبعا بعد ما كنت بتاكن الملوخية كانت القطط بتلم عليكم. اه يا اه يا دوبك هنأكل كدوان والقطط بقى بيناونوه ويقوموه هاجمين على الملوخية هامو انارب ديان ياخدوا الانارب ويسيبوه لنا الرز مش عارف ليا دول. يمكن الرز مسلا بيعمل لهم تخمة ولا حاجة والقطط عاملة رجيم ولا حاجة عموما. الانرب اللي عندكو في البلد شبه الفار اللي عندنا يا نوف مصر. فاحنا عايزين نصطاد الفاردة. هنجيب كمية مصايد مرعبة رهيبة ونشتري جبنة ونحط بقى ايه الجبنة جوه المصايد. اتفقنا? اتفقنا دول. وبعدين انا ابقى نايم جوه في القوضة. اول ما المصيادة تصطاد. انا عارف. تقوم عامل لي اشارة على طول. ايو عارفة دولة الاشارة انا عارفة اقوم غمزلك كدو. غمزني كدو. هي دي الاشارة. وانا نايم جوه وهسمعك. هسمعك ازاي غبي. او صح يا دولة خلاص يا دولة انا هصفر لي. لما انت لو صفرت لي ما انا ممكن واسحك. خلاص. بغمز لي لس بصوت. دلوقتي يا جماعة انا جماعكم عشان اقول لكم ان في حظرة الجوال ممنوع اي واحدة فيك وتخرج من قضيتها لغاية ما نقضي على هذا الفار المنقرد المتوغل في داخل الشقر. يا سلم توقفه ده انا عايزين نروح للحمام. لا ممنوع. ممنوع اي واحدة تخرج من قضيتها يا جماعة. انا مش مسؤول عن اي واحدة تخرج وتوصل للصالة مش مسؤول عن تأمانها. وهل فترة التوارق سوف تستمر دهرا? اه فترة اي الطوارق انا ممكن اقول لكم في الاول انها مش هتستمر. لكن الواقع والنتيجة واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا. مش مهم. المهم ان احنا نخلص منه. طب وطلباتاتنا لا اه لو عايزين اي طلباتات حنجبها من اين يا استاذ? اه اي حد عايز اي حاجة انا المسؤول عنها. ديكو تمويني. يكفيكو تلاتيان بحيث ما فيش واحدة فيكو تخرج من قضيتها. هل ممكن اباتة عند ام مرفت في الفترة دي? نوية حميتي لان ده بقى اسمه هروب من المعركة. لا ما اسموه شهروب اسمه لجوء سياسي مؤقت وده برضو مرفوض يا مام. اه دولة طيب وانا يا دولة اعمل ايه? انت هتفضل مرمي هنا لغاية ما اقول لك اي جديد. ليه يا دولة يا عم اد الفار لسيادة يا دولة جيبله جبنة يا عم. جيبله جبنة يا ابي? هو انت هتصطاده ولا لا ازمو على الغدا. بقولك ايه بطللنا في سنة على الفار. عايزة تاكل الجبنة بتاعت الفار ولا ايه. يا لا جماعة كل واحدة هاتي اتكلع الله وتخش في مخبأها الغ детей ما اقولكو على الجديد يا وا damages.وا rus وايه انت راحت فينا دول. وايه اللي راحت فينا هو ما جايش اساسا انا انا اوزر يا لا. ايه ده? فات ست ساعات. وارامزي ما هذانيش الاشارة ولا يكون الدهاني مثلاً وانا ما سمعتش غمزة عينه انا مستيقظة طوالي الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت اصوات المصايد مسيادة تلوة الاخرى مسيادة تلوة الاخرى؟ يعني في اكتر من فاروة ولا ايه؟ اما قوم اشوفي الغابي ده عمل ايه؟ ولا رمزتي ايه دول إيه؟ مسكت الفارع دولة؟ الفارد اللي مسكناه؟ ايلي انت عاملو ده؟ وحط swojeت مستيقظة في صدرك؟ الفاريل عبر في عبك؟ مكلتش الفار اما لم الى اللي حواسة بتاعت الجبنة اللي حواليك دي؟ من اللي كانت موجودة في المصاهد. ده انا كنت عامل عساب اللي يفضل منها اعملو سندوتشات لي يا اسمين. ما كلتش حاجة يا دولة بقى بطلت ازلمني بقى. ازلمك ايه يا لأ امال الجبنة دي جات منين. الفار هو بقى كلك خاص من عقلك يعني. معلش بقى دولة السنة بصراحة جوعتي يعني مبارح. ماشي ماشي بتاكل الجبنة اللي جوه المسيادة. ماشي. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اه ماشي. انا هتصرف بقى هحط في الجبنة سم. سم؟ دولة والسم دون يعني هيغير طعم الجبنة؟ لا مش اغانا خارج نعمل لك سم كمان بالكاتشاب. ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده. يا دولة. دولة يا دولة انت قاعد كدهون ولا انت على بالك كدهون يا دولة وفيه فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دولة. انت ايه خلاص الرجولة بتاعتك ما بتترقعش عليك. بص ولا هقومة ترقعك على وش. فار ايه قادل اللي اخاف على الحريم منه يا دول. الفرع يبص الحريم. الفرع يبص لسندوتشات الحريم. يبص لحط الجبنة محتوطة في المنصيادة. اه? ما هدولة ده بنت دلوقت روحت اتفاهمت معا بالحسنة مرضيش يا فهم يا عم. خلاص بقى سيبه في البيت. اه سيبه في البيت? لا مش عادل سعيد اللي استسلم. انا بس مجرد ان انا يعني بالم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي 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 ماشي. فيها لا اعلان ان او في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو لا يا دولة دي شركة اجرام يا دولة دلوقت وهتدخل نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس يالا اللي شم خبر. هو فيه بوليس للحيوانات يالا ياه بل. ما اللي يا دولة. يالا ما فيش كلام مدي يعني انا لو ضبحت فرخة مثلا هاخد فيها اعدام. طبعا يا دولة مش رفعت سلاح في وش فرخة. يا دي عبيد يا دي عبيد لو فيه بوليس الهيوان كان زماني بلغت عنك انت. كانوا حبسوك بقى ايه في قفز كده زي الارود عشان تبقوا مع بعضيك ويعني. عموما انا هتصل بالشركة دي وخليهم بقى ايه يجبولي الفاردة. انا عايزهم يجبولي الفاردة حي. عشان انتقم منه بنفسي. معاك ماندوف شركة اقتلو فرانكورا يا حبالكو. في البداية محتاج منك شوية بيانات. اهلا نو سهلا اتفضل اتفضل حضرتك ده انا مستنيك من بدي. بنسبة البيانات انا اسمي عادل سعيد متزوج. لا 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 انا عايش واحد بيانات عن الفرق انا دخل امتى عنده كم سنة. اه حضرتك يا انا ملحظش اتعرف بيلي انه بيجر بسرعة جدا. لا الفاردة انت واقعي. مش اجتماعي. حضرتك طبعا ما واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص بدليل انك دخلت وقعدت اهلا وسهلا. ارجوك خلينا شوش في لنا. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده? ايه يا حضرتك? ايه? ايه? عشب. ايه? ايه? ده مرضى زك يعمل اجهزة تشويش. اجهزة تشويش? لاحق يخش ويزرع اجهزة تشويش انا. كلينة في الجد. العملية دي هتكلفك ألفين جنيه ألف عربون وألف لما سلمك رقبة الفار إيه؟ ألفين جنيه عشان أطلع فار من البيت حضرتك ده أنا أعزل في بيت ما فقوش فران وأرخص نعم أنا أهدي لك ضمان سنة إن الفار ما يدخلش عندك جوه تاني يا سلام وهيخشي لي جوه تاني إزاي إذا كنت حضرتك هتكون قتالته بص بقى حضرتك أنا عايز الفار يفضل جوه وإنت اطلع بره مش عقول كده عادل بقى مش عقول إحنا إزهقنا خالص 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 لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتماشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكربة لأنها أجين فيها ومش عارفين نعزم الصحابات بتونا ووفاتنا أنا ممات كتير الصحابات إيه اللي إنت عايز تتعزميهم أنا مش عارف جوه النادي اللي إنت بعيشانا فيه داحماتي إحنا دلوقتي بقينا كلنا في الواحد بابي إنت لازم تاخد موقف حد معالي إنا كدته كذا فرصة وهو اللي ضيعها شفتوا مش بتجيني فرصة إن أنا أمسكوا جدك يا باما كان يعفق الفار من هنا ويلعب بكرة هو وأصحابه يا ماما أنا الكرة مش من هواياتي عموما يعني وبعدين كل واحد ليه مدرسة في استياض الفران أنا مدرستي مش عارف مدرستي بس إن شاء الله مدرسة جديدة وأنا أفرقكم إيه رأيك يا بابا إن إحنا نفرج الفار دا على توم وجيري فيخافوا إيك هو عوحد يفرج الفار على توم انجيري أولا توم انجيري جيري دا هو الفار وتوم دا لعلمك غالبان جدا دا الفار هو اللي معزبه لو إحنا فرجنا بقى على توم انجيري هيفتني وما حدش يعرف يخرجه من البيت دا دا بصي أبي هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده لإنه يحرم ولا بيتفسح ولا بيروش يا سلام يتفسح ويروش بتتكلمي على ابن خالتك دا فار يا ماما فار وبعدين الفار دا لعلمك أهل وصعايدة لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من دا بس انتوا بس ساعدوني على ما انا ننفذ الخطة ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار دا ايوة ايوة ثانية واحدة ايوة 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 خلاص 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 دا انا خبطت في المسيادة انا ما حصلش حاجة الحمد لله انت حالي حلوشЯ انا هحل المشكلة وكلو هيتحل انشاء الله دلوقتي حالا ماتقلاقوش دول حبيبي خش خش مش وقت دلوقت عناوين. اي يا دول؟ دول اسودكو جاي باكرى الشارع يا عامن في الفار ISSA ايوة اخبارو طميني انت جاي تطمن على ابنوختك عامل اللي وازه موجود يا سيدة عندنا في الشقة بس احنا خلاص هنتخلص منه bachelor я رمزي ما تقلقش اهه يا وحبتة انا وشي موجه كده وبقول لك وريا على القوضة dranح فين كده مانع المؤكسة هيا انا قزفة لا يا وديتنا ، ورينا أرامزي آه... آه... أنا آه... واناي!